بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج شهر رمضان شهر الدعاء لصاحب الزمان سلام الله عليه يروي آية الله السيد حسين تستغيب قدست روحه الزكية إن فتاة قد تخرجت من الجامعة ولم تجد عملا بعد إن كانت قد أخذ الشهادة بامتياز كان والدها كبير في السن لم يتقدم أحد لخطبتها كانت حالتهم فقيرة وكأنهم يمرون ببلاء كبير ويوم بعد يوم بدأت هذه الفتاة تشعر بالإحباط وتشعر باليأس ووصل الأمر بأن الهم والغم قد ملأ قلبها حتى في بعض الأحيان كانت تعاتب الله عز وجل وتقول يا رب لطالما قد دعوتك لطالما قد صليت لطالما قد قرأت الأدعية فلماذا لم تستجب لي إلى الآن في يوم من الأيام تأتي إليها صديقتها الجامعية القديمة إلى بيتها وبعد حديث قالت لها لماذا لا تجربي هذا الذكر مرت ثلاث سنوات والفتاة على حالها لم يتقدم إليها أحد ولم تجد عملا وحالتهم فقيرة يوما بعد يوم تزداد فقرا فجاءت إليها صديقتها القديمة الجامعية كزيارة وقالت لها لقد صبرت طويلا فاصبر على هذا الذكر وقوليه يوميا خمسمائة وثلاثين مرة اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك الفتاة قالت أنا لن أخسر شيء بعد هذه الخسارة الكبيرة وبدأت تقرأ الذكر ولكن ليس بذاك القلب المفعم بالأمل ولكن قالت هي محاولة يوما بعد يوم يوما بعد يوم بدأت تتفاعل مع الذكر وتبكي وقالت لها صديقتها المهم أن تطلبي بعد الذكر بعد أن تنتهي من الذكر في كل يوم علامة من السيدة فاطمة عليه السلام بأنها قد استجابت لدعائك تقول ما مر اسبوعان على الأمر 14 يوم إلا وهذه الفتاة قد تشرفت برؤية السيدة فاطمة في عالم الرؤية وكتبت السيدة فاطمة عليه السلام على نافذتها نافذة غرفتها بأن حاجتك قد قضيت على كل حال في اليوم التالي اتصلت بها إحدى صديقاتها أيضا القديمات وقالت لها بأن هناك شركة تريد أن تجري مقابلة لإثنين من الفتيات في الإختصاص الفلاني وتذكرتك لماذا لا تأتين معي ذهبت الفتاة حصلت على العمل في نفس اليوم وبعد شهر قبضت أول راتب وكان راتبا جيدا بدأت الحياة تتحسن شيئا فشيئا تعرفت بعد ذلك على زميل لها في الشركة وتزوجت بحمد الله هكذا يا سيدة السيدة فاطمة عليه السلام ما خاب من تمسك بها ما خاب من تمسك بها وأمن من لا جاء إليها رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث منسوب إليه يقول فاطمة ملجأ الناس إلجأ لابنتي فاطمة فاطمة ملجأ الناس مما يقافون فاطمة ملجأ الناس فيما يتمنون فاطمة ملجأ الناس فيما يحبون ويريدون فجرب 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 تشك برنامج صباحات ولا أيام محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام شكرا